موسيقى استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الشيخ احمد الصباح نقل رسالة خطية الى السيد الرئيس من صاحب السمو الشيخ نوافل احمد الجابر الصباح امير دولة الكويت تضمنت نقل التحيات الى سيادته فضلا عن التطرق الى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من اواصر تاريخية وطيضة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات والتشاور والتنصيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته الى صاحب السمو الشيخ نوافل احمد الجابر الصباح امير دولة الكويت مهنئا سيادته حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ومؤكدا متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الاصعضة سعيا نحو ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيد الاقليمي ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والامة العربية كما اعرب السيد الرئيس عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة مؤكدا سيادته موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لضرء المخاطر عن سائر الامة العربية وصون امنها القومية وذكر المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور ازاء المستجدات على الساحة الاقليمية حيث جدد السيد الرئيس التأكيد في هذا الخصوص على ارتباط امن الخليج بالامن القومي المصري وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد امن واستقرار الدول والشعوب العربية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس احمد زكي عبدين رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة واللواء اركان حرب ايها بالفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء ياسر ابو مندور مدير ادارة نظم المعلومات للقوات المسلحة الاجتماع تناول استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وقد وجه السيد الرئيس باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الادارية الجديدة والوقوف على اداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين ويربط الجهاز الاداري للدولة بشبكات تدول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الادارية الجديدة سواء على المستوى الامني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومة الذكية كما تم عرض الموقف المحدث من الاعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الادارية بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات والبيانات الموحدة للدولة والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي كشبكات نقل البيانات والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات فضلا عن مراكز إدارة التشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية وكذا تغطية شبكات خدمة المحمول كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب إيها بالفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في العاصمة الادارية الجديدة لسيما الحيئة الدبلوماسي ومدينة الخيول العالمية مرابط ومركز مصر الثقافي الاسلامي كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات الانشائية القومية خاصة مركز النقل المتكامل الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي وكذلك محطة النقل العام أمام محطة مترو الانفاق بمنطقة جسر السويس فضلا عن شبكة الطرق في محيط القاهرة الكبرى والاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي على جانبي المحاور الجديدة التي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث وتوفير استهلاك الوقود وقد وجه السيد الرئيس باستقدام أحدث المعدات والآلات الانشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية وذلك بالنظر إلى حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على كافة رقعة الجمهورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة